عموماً تعالوا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي على مدينة العالمين اللي شاهدت مهرجان رياضي كبير تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طبعاً بمشاركة عدد من الوزراء وأيضاً الشخصيات العامة المهرجان تضمن أنشطة رياضية مختلفة زي سباق الدراجات تطبعاً بالإضافة لمجموعة كبيرة من العروض الفنية تابعوا معنا هذا التقرير ونرجع بعدين كم من كلامنا خطر نصبت الشباب والرياضة دايماً في ظل توجهات فخامة الرئيس إن إزاي الرياضة تبقى موجودة في كل الأنحاء وكل الأشكال للتنمية والصحة واللياقة كمان إزاي الرياضة تكون أداء أخرى للترويج عن مجتملات الدولة المصرية وتطويرها أكيد النهاردة فيه يوم طويل في مدينة العالمين فيه شقين شط احتفالات رياضية والترويج للرياضة والعجل ودربتك صحتك والمشروعات اللي بترتبط بالسمنة والقوام إحنا في صدد إن شاء الله مشروع قومي كبير جداً عن اللياقة والسمنة والقوام على المستوى طبعاً الجمهورية في بتاعات مختلفة وفق متوجهات فخامة الرئيس علشان كده مش مارسنا العجل النهاردة ركوب العجل من أمام رئيس نجلس الوزراء حتى جهوب العالمين الجديدة لغاية لما نوصل لمنطقة الممشا والمنطقة الساحية بالعالمين الجديدة سيكون فيه يعني أحداث أخرى رياضية وايضاً كارنافلات من طلاقع مصر أحد البرامج الأخرى للترويج إحنا طبعاً ساعدين بكم متشكلين جداً وطبعاً تشريف دولة رئيس الوزراء النهاردة تشجيع آخر للشباب المصري في هذه الانطلاقة للعجل اللي بنعبر عن ضرورة ممارسة الرياضة لللياقة والصحة والسمنة احنا الفريق بتاعنا تسأسس سنة 2019 في شهر ديسمبر بقلنا تقريباً على الشارع سنة أو سنة وتمان شهور بنشارك في مراصل العالمين ده للتاني مرة شاركنا السنة اللي فاتت وبنشارك السنة دي بيعتبر احتفالية مهمة جداً لنا وفي نفس الوقت تشجيع للسياحة تشجيع وترويج لفكرة ركوب العجل وثقافة العجل احنا فريق تقريباً تعداده 200 لعب موجود منهم النهاردة في حدود 70 لعب شاركت في قبل كده في العالمين قبل كده السهل فاتت وسافرنا ونعمل غيضات بنسافرنا برسعيد وسافرنا طانتا وسافرنا راسدر بالعجلة طبعاً العجلة دي حاجة مهمة جداً بتخليكي في غير روحك المعنوية ووسيلة مواصلات ومحافظة البيئة فعني العجلة مهمة في حياتنا جداً انا لقيت ان العجلة ممكن تبقى وسيلة مواصلات بنسباني كويسة روح بيها شغلي عضي بها مشاويري وفي نفس الوقت مش محتاجة مش مكلفة رياضة وأمان في نفس الوقت فريد راكت المصري فكرته جات ان لعبة الراكت لعبة اسكندراني الاساس واللعبة دي اندصرت على منظر السنين فبدأنا نعمل الفريد دوت ليحياء لعبة الراكت تاني من اطفال وبنات وشباب من كافة الاعمار زي ما انتم حالتكم شايفين كده حواليكم ده بعد اتجاهنا لدارة الشياب ورياضة في اسكندرية وطلبنا منه منها تساعدنا في الفكرة دي فوفرنا ملعب ومكان نبتدي ننشأ بيه حاجة ذاك انها مدرسة او اكاديمية اللعبة الراكت بالمهارات انا بدأت العب من حوالي ثلاث سنين كان لسه ما بدأناش فريق الراكت المصري خالص عرفت اللعبة عن طريق بابايا كفت المحمد مندور كان هو بيلعبة من زمان وبدأت انا واحدة واحدة اللي هو ابقى اكتر ان انا اتمرن وكده لعبنا المطشط وجربنا كل الالعاب اللي هنا ومكان جميل قوي ان احنا نعمل في المهرجان وبيدي وايبس حلوة ان احنا منلعب وتعرفنا كلنا على الفرق التانية والمكان حلو والشمس والهوا كان حلو والازيز يعني احنا في الاول طبعا مفروحانين جدا ان احنا جاينا هنا وشرفنا طبعا ان احنا نجي مهرجان زي ده هو الملعب جميل جدا وحنا نلعبنا مطشين وأكسبناهم والماتشاط لاعبنا الالعاب دي التامبولين وكل الالعاب دي جميلة واه مرة نجربها احنا قول ما جينا لعبنا مطش بعدين نبرا ستنين شوية بقي الفرق تلعب بعدين نلعبنا مطش تاني كان اللعب حلو وقوي والمكان حلو قوي وتعرفنا على كل الناس اللي هنا وهم بجد كويسين قوي وقعدنا نلعب معهم وتمشينا معهم غير اللعب غير اللعب نحن على المبادرة من بدايتها بنقول إن إحنا عايزين نعمل محو أمية السباحة من الصغر في مرحلة الابتدائية يمكن مدارس اللي كلها فيها حسس ألعاب عايزيني بقي فيه وقت بسيط جدا إن أنا أعلم الولد مش هقول السباحة مش هخرج بطل أنا بقول يطفو في المية يخرج مع أهله مع أصحابه في أي مكان يقدر ينزل المية في مكان غريق حتى يقدر يطفو يقدر يبقى يلعب ينبسط ما يحصلوش أي حالات غرق روحت أنت العالمين قبل كده ولا لسه خطيرة لا أنت قصلك مش العالمين الطريقي يا كريم لا أنا أتكلم لا لسه صباح الخير لا ما حولها يعني حدودي لغاية مرينة ما عددتش لسه لا بجد حاجة جميلة سامع كل خطيرة جدا جدا وزي ما إحنا قلنا هي فعلا مدينة علمية على الأرض المصرية بجد معمولة بتقنيات معمولة بطريقة معمولة بتنظيم كده يعني بص لا لا سامع كمان إن فيه ممشى عالمي معمولة بشكل حلو قوي يعني احترافي لو صح التعبير يعني بجد حاجة جميلة وأعتقد لسه يعني خلي بالك يا لسه في حاجات لسه في حاجات بتتم بس أعتقد ده مستقبل رائع هو المفروض إن ده كله بيتم تجهيزه وتخطيط له عشان تبقى المنطقة دي شغالة طول السنة مش مجرد موسم وجامعات ومدارس ونوادي شكرا